لما بنتكلم عن إطلاق 2022 عام المجتمع المدني لازم نبقى احنا كلنا الناس العادية مش بس المتخصصين كلنا عارفين ايه هو المجتمع المدني المجتمع المدني هو الضلع المشارك للدولة واجهزتها الدولة عملت دور المضلة او دور الكبير الاداري للمجتمع المدني المجتمع المدني اشتغل على ارض المجتمع المدني وكل شخص قرر انه يسترد جزء كبير من انسانيته ويقدم يعني يوفي الدين اللي عليه للمجتمع فيعمل حاجات مجانية ويعمل خدمات مجانية حملات طرق الابواب التوعية كل ما لا تستطيع ان تقوم به الدولة وحدها هو دور المجتمع المدني وما حدش فينا بقى تخال من الدولة دي تقدر تعمل كل حاجة لوحدها مش اي دولة في العالم تقدر تعمل حاجة لوحدها فدور المجتمع المدني هو دور كبير لفت نظري جدا انه كلمة استاذ محمود بسيوني عن فكرة التطوع لانه دي ثقافة احنا نحتاج اننا نفهمها ونتعرف عليها لانه التطوع هو اي حاجة انت بتقدر وتقبل وتحب انك تعملها من غير ما تاخد مقابل فكر كده اي حاجات اللي انت بتعملها في يومك من غير ما تاخد مقابل هل الثقافة دي موجودة عندنا في ناس تتبرع بساعة من وقتها بنص ساعة من يومها بتتبرع بمجهود بفلوس اي حاجة دي اشكال التطوع وهو ده المجتمع المدني واعتقد انه استاهل مننا متابعة على مدار السنة مش بس نشوف الدولة بتعمل ايه وبتقدم ايه كمساعدات لكن كمان نشوف رد فعل المجتمع واستجابته لهذه الفكرة